صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1438 هجرية جاء فيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1438 هجريا تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التالي لين له والتي تصادف أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر منذ الحجة لعام 1438 الموافق الواحد والثلاثين من أغسطس والأول والثاني والثالث من سبتمبر لعام 2017 وحيث أن يومي الجمعة والسبت يقعان ضمن هذه العطلة يتم التعويض عنهما بيومي الاثنين والثلاثاء الموافقين الرابع والخامس من سبتمبر لعام 2017